من سمع الشخص الذي عينته الميليشيا رئيسا لوكالة سبأ المستنسخة وهو يتفخر بلعن أبيه إن خالف الحوثي بات لديهم دليل آخر على مدى التعبئات الطائفية القائمة على تقديس المسوخ وصولا لجعل الإبن يلعن أباه بل ويقتله بدم بارد إن خالف من يصرخ بأنه سيده ومولاه وفيما وثقت إحصائية سابقة أكثر من 105 حوادث اعتداء على أقارب قتل في بعضها آباء على يد أبنائهم يؤكد تحقيق خاص أجراه موقع الثورة نت تأثير الدورات الحوثية في حدوث جرائم استهداف الأقارب وتصاعدها لتغدوى ظاهرة مرعبة تحقيق الثورة نت يتتبع بعض الجرائم المرتكبة بحق أقارب كإقدام مشرف بدمار على قتل والدته وزوجته وأربعة من أطفاله وقيام ناشط حوثي في مديرية بلاد الطعام بقتل والده وإصابة والدته بجروح خطيرة وقتل مشرف حوثي في المحويت أباه وأمه بدم بارد جرائم حاولت الميليشيا التملص من غضب المجتمع منها ومن مثيلاتها عبر التبرؤ من مرتكبيها غير أن التبرؤ الميليشاوي اصطدم في كل مرة بمعرفة المجتمع للقتلة قبل أن يتلوثوا بتعبئة الدورات الحوثية والإدراك المجتمعي لمدى التغيير الجذري والهوس الإجرامي الذي سيطر عليهم بعد خروجهم من دورات الطائفية والكرهية إدراك مجتمعي لا تتوازى معه الجهود الرسمية التي لا ترقى لمستوى أولوية إنقاذ ملايين الأطفال الذين تستهدف الميليشيا من خلال دوراتها جعل كل طفل فيهم قاتلا يصوب سلاحه حتى نحو قلب أمه وأبي ومن يصلون حد قتل أقاربهم تقربا للمسخ الحوثي أو دفاعا عنه لا يغضو مستغربا اندفاعهم نحو تقديم المنطقة قربانا لإيران بأمر منه ووفقا لمثل هكذا معطيات جلية يبقى المستغرب فعلا تأخر استنقاذ الجغرافية وملايين البشر من الميليشيا الإيرانية ومنح إيران الفرصة الذهبية لتحويل مزيد من الأطفال أداة في خطتها لتغيير وجه المنطقة ووجهاتها المستقبلية